كيف تربية رياضية؟ خير خرجة أسماء مهمة جدا وبطلات عرب وآسيا بعيدا وعالمي كذلك كان يعني عدد خلطوا على عدد طالبات كلية التربية رياضية يمثل مؤشر صحي لرفض الرياضة النسوية بطاقات من شأنها إدامة الزخم للرياضة النسوية أم لا؟ التربية رياضية للبنات أو كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات هي الكلية الأم في جامعة بغداد هي كلية عريقة في تاريخها وهي الكلية الوحيدة بالعراق تعتبر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات منجم أو مصنع لصناعة أكاديميات لمؤسسات المجتمع سواء مدربات أو مدرسات لدرس التربية الرياضية في المؤسسات التعليمية طيب أردأ فهم بس هذا المنجم الوحيدة لدينا؟ ككلية التربية الرياضية هي الوحيدة بالعراق الشيء منع باقي المحافظات؟ ممكن أن تكون في جامعات أخرى كليات تربية رياضية أخرى أكو أقسام يمكن موجودة أكو أقسام لكن هذه الأقسام يعني متخصصة للبنين والبنات لكن كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة متخصصة للفتيات فقط طيب مرواة راح بيك مرة ثانية إلا ما سهلني لعبت منتخب وطني رمين المطرقة صاحبة جميع الأرقام العراقية للفئات رمين المطرقة ولمتهم كلهم ما شاء الله لعبت ليش يقولوا ما عندنا رياضيات نسوية ولا بطلات؟ العكس كل شهوائي عندنا رياضة نسوية وكل شهوائي بطلات بكثير من الألعاب لكن ما مصل الآن أقول لك آخر فترة بدأ يصلت الضوء عليهم عندنا بطلات كثير يعني ومن زمان أنا أحكي قبل ما أنا أجل الرياضة أصلاً كل شهوائي أصلاً عندنا خامات مو طبيعية عندنا خامات تركة الرياضة بسبب بعض الأمور ممكن توصل عالم وممكن توصل مستوى عالم من مستوى الآن يوصلت كين هالأمور؟ الأمور اللي يخلوهم تركون أم اجتماعية أم مادية أم تقصير حكومي لرياضة؟ تقصير لأنه أكثر الفترات يعني اليوم يطلبون أنه أنه دعم مادي بدل أنه تمرين وكذا قليل اللي يبقى أنا أقول لك اللي يبقى بالرياضة بطل بالعراق خصوصاً بالنساء لأنه أندية النساء جداً قليلة هي فقط المحبة للعبة لكن إذا يعني تريد مجموعة فلا لا يمكن أنه يبقون كم بطولة عندك؟ كم مدالية؟ كم مدالية؟ طبعاً أنا من سنة 2014 من اختصيت برامي المطرقة أنا الأول على العراق برامي المطرقة وبديت بتحطيم الأرقام العراقية من فئة الناشئين والله ضعي ما نحسد نحن نعرف بقية الناشئين خلنا نوصل للمشاهدة الكريم شنو عدنا شمن أرقام قياسية جوز الإعلام بعيد دائماً الإعلام حقيقةً الكل يقوله يمكن يوافقون الرأي إن كانت الدكتورة وإن كانت مروة بين الإعلام مركز دائماً على اللعبة الشعبية دائماً يميل إلى كرة القدم مبتعد عن الألعاب الفردية والتي هي تجمع إذا كان منتخب وطني يجيب مدالية واحدة فأعتقد ألعاب القوة أو غير الألعاب القوة يجبون بعدة فئات مداليات أكثر من هذا حب أنصر الضوء أكيد أول شيء أنا في 2015 حققت أول رقم عراقي إلي فئة الناشئات وبعدها بطولة العرب في تونس حرست المركز الأول ورقم عراقي جديد 48 متر رقم جداً قوي على مستوى العراق وعلى مستوى عرب حققت بي أول بعدها صعدت شابات وحطمت الرقم العراقي للشابات ومن شنة أنا شابات شاركت بطولة المتقدمات هي الفئة الأكبر من عمري في مصر وأيضاً حطمت الرقم العراقي للشابات ومتقدمات سنة 2018-2019 ما هي تأرقام إليك؟ الأرقام العراقية كلها باسمي لكن أقول لك كم مرة حققتها وكسرتها من جديد بالبطولات العراقية حطمتها ثلاث مرات تقريباً يعني تقريباً جتني فترة من فترات كل البطولة أني وحطم أرقام؟ أعتذر مني أرجع لتحطيم هذه الأرقام والإنجازات بعد هذا الفاصل ونكمل مسيرة وكذلك مسيرة الرياضة النشوية بالعراق بس راح يمي شوية وراجعي